بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي المحاضرة الأهم الأهم سنة دي حرفيا السنة دي فعشان كده لو حضرتك مش فايق مش مركز لا 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 ركز قوي معايا شرب كوباية قهوة ركز قوي علشان عايز حضرتك بكامل طاقتك وبكامل تركيزك لان النهاردة بنتكلم عن المشتقات وليعني ايه المشتقات هي الفعل والصفة والظرف والاسم وامتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده والمكان المناسب لكل واحد فيهم وهتعرف ازاي ان هنا في الجملة دي لازم يبقى اسم وهنا في الجملة دي لازم يبقى صفة وهنا في الجملة دي لازم يبقى ظرف وهنا في الجملة دي لازم يبقى فعل كل ده هنقوله تفصيلا مش بس كده ومع حل كمان كل اسئلة الست وحدات الخاصة بالمشتقات من يونت 1 ليونت 6 فبالتالي حضرتك من كتاب المعاصر طبعا فبالتالي حضرتك بتبقى تقريبا هضمت قوي يعني ايه مشتقات ويعني ايه تتعامل معاه وازاي الطريقة الصحيحة للحل فعايز تركيز وعايز فوآن وعايز حضرتك تبقى في كامل تركيزك ويلا ندخل على كتاب المعاصر طبعا في كل مرة هقول لحضرتك احنا في صفحة كامل علشان تبقى مركز معايا ففي كل مرة هقول لحضرتك انا دلوقتي في صفحة كذا في كتاب المعاصر قللا بينا ندخل على كتاب المعاصر ونبدأ مع بعض احنا دلوقتي يا شباب في صفحة 21-21 من كتاب المعاصر في الجزء الخاص بـ derivatives او المشتقات الموجود في يونت 1 lesson 1 and 2 بيقول what a not وشايف طبعا حضرتك علامة التعجب عايزك تبقى فاهم كويس جدا ان ده اسمه اسلوب تعجب عندي في اللغة الانجليزية what ومعاه a أو an ثم صفة فبالتالي احنا بنتكلم عن اسلوب تعجب he sold me expired goods باع لي expired goods يعني باع لي بضائع expired منتهت الصلاحية what a ممكن يجي امستر مكان الصفة هنا ممكن يبقى اسمه a what a كذا يا له من كذا ينفع وتبقى صحيحة والاسلوب اسمه اسلوب تعجب طيب هو هنا بيقول يا له من غش ممكن اه او ممكن نقول يا له من غشاش والله ينفع لتنين ينفعوا غش تنفع وغشاش تنفع طيب كويس يبقى انا هنا دلوقتي استخدم ايه فيهم الغش اللي هو cheating ولا غشاش اللي هي cheat او cheater انت عارف ان cheat يعني غشاش وcheater كمان يعني غشاش هقول نكمل الكلام هي هو او بيتكلم عن واحد عاقل he sold me expired goods بعلي بضائع expired منتهت الصلاحية يبقى احنا بيتكلم عن شخص يبقى مش هينفعن استهديم cheating ولكن هنقول يا له من شخص غشاش cheat لوحدها معناها غشاش وcheater على بعضها كده معناها غشاش يبقى الاجابة a and b يعني d يبقى what a cheat يعني غشاش what a cheater يعني غشاش he sold me expired goods ونوصل مع بعض الpage 22 او هتكون مش جايب كراسة وهتكتب معايا الملاحظات لان كل كلمة هتتقال دلوقتي كلمة مهمة فمن فضلك وقف الفيديو هاتك كراسة وقلم وهتكتب معايا كل ملحوظة الجملة لقم اتنين بتقول online not is punished by law الغش على online حاجة بيعاقب عليها القانون او بيعاقب عليها بالقانون اسبانيش ده ما مني مجهول طبعا المهم يعني انا هنا عايز online ايه انا عايز online وبعدها الغش online cheating طب يا مستر اخترت cheating اللي هي c lay ما هو كل حاجة بقى بسبب ركز معاي انا عندي النقط قبلها صفة online هي online صفة اه انت ما تعرفش ان ممكن استخدم الاسم كصفة يعني انا ممكن اقولك مثلا english lessons دروس انجليزي هو انا بوصف الدروس ان هي دروس انجليزي اه طب هو انجليش ده صفة اصلا هي اسم بس تستخدم احيانا على انها صفة في بعض الاحيان ينفع استخدم الصفة على انها اسم سوري الاسم على انه صفة وبنان عليه اونلاين هنا انا بوصف الغش انه غش على الانلاين غش اه على الكمبيوتر غش على الانترنت عظيم جدا طيب يبقى بعد الصفة ايه بيجي دايما لما تلاقي صفة وبعد الصفة نقط دور على الاسم الاسم اللي هو الفعل زا ايني جي اه مستر اه ما هو ينفع يبقى الفعل زا ايني جي بنعتبره اسم لان ده حاجة اسمها عندنا في الانجليزي جيراند ركز كده معايا play يعني يلعب playing اللعب reading يعني يقرأ reading القراءة eating يعني يأكل eating الاكل cheating يعني غش cheating الغش فيبقى هنا ده اسم الجيراند او الاسم او اسم من الفعل فبالتالي online cheating جمع الرقم ثلاثة the not of the exam results is expected to take place tomorrow اعلان نتيجة الانتحان من المتوقع ان تحدث غدا انا عايز هنا كلمة الاعلان عرفت ازاي شايف كلمة ذا اللي في الاول دي the not دايما لما تلاقي ذا لازم يجي بعدها اسم قاعدة ولازم تكتبها ذا ما بيجيش بعدها لا صفة ولا فعل لا هو ممكن يجي بعدها صفة the poor بس تبقى اسم في الحالة دي معناها الفقراء اصبحت اسم the rich معناها الاغنياء the tall معناها the tall دي قاعدة تاني قالك الصفة لما يتحط قبلها ذا تتحول لاسم جمع اسم جمع the poor الفقراء كلهم the rich الاغنياء كلهم لكن في المجمل وفي القاعدة بتقول ان ذا دا حاجة اسمها اداة معرفة توضع قبل الاسم فبالتالي هنا عايز اسم يبقى ذا announcement اعلان النتيجة بتاعت الامتحان شيء متوقع ان يحدث tomorrow news not on tv needs to be a god speaker مزيع الاخبار اللي في التليفزيون محتاج او المفروض ان يكون god speaker متحدث جيد انا عايز كلمة المزيع فين المزيع دي يا مستر announcer لان كلمة announce بس يعني يزيع او يعلن وannouncer يعني المزيع لتربيه number five the local authorities السلطات المحلية will not will not بعد will بعد اي فعل من افعال النقصة يأتي المصدر الفعل بدون اضافة نكمل will not the causes سوف تعلن عن الاسباب of the energy cut off انقطاع الطاقة طيب هنا انا عندي will وبعد will not يبقى انا عايز ايه انا عايز فعل وتحديدا المصدر الفعل بدون اضافة يبقى announce letter a ستة the team of expertise فريق الخبراء arrived وصل unannounced بشكل غير معلن بشكل سري in this sentence unannounced is a not بشكل غير معلن دي تعتبر ايه verb فعل ولا noun ولا adjective ولا adverb نفكر واحدة واحدة مع بعض هي جاية فين جاية بعد arrived وصلوا ايه الحاجة اللي دايما بتيجي بعد الفعل وبتوصف للفعل يعني مثلا اقولك ايه هو بيتكلم بهدوء هنا كلمة بهدوء دي تعتبر ايه اللي هي quietly تعتبر ظرف لان الظرف يأتي بعد الفعل عشان يوصف لك وبيتكلم ازاي هما وصلوا ازاي هما وصلوا بشكل غير معلن انا بوصف طريقة وصولهم فانا هنا عايز حاجة بتوصف الفعل دايما اللي بيجي بعد الفعل ويوصفه adverb ظرف فلما تلاقي الكلمة اللي بيسألك عنها جاية بعد الفعل وبتوصف لك ايه اللي حصل هو الفعل دا حصل ازاي هو بيتكلم quietly بهدوء هو بيجري quickly بسرعة هما وصلوا unannounced يبقى unannounced دي ظرف هتقول لي الله ام الفعل l y مش دايما الظرف بيجي اخر l y لا دي مش قاعدة سبتة في لكل قاعدة شواز وممكن يبقى الظرف مش اخر l y adverb البليس يحقق في خطف الاطفال في هذه المنطقة لما تلاقي الموقف اللي حضرتك قدامه دا في الجملة في بدايتها فاعل ثم نقط ثم مفعول فاكد انا عايز فاعل 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 مفعول عظيم يبا انا عايز فاعل مش عايز اسم ولا عايز صفة طيب عايز فاعل ايه بقى investigate investigate يعني يحقق ولان البليس جمع فهضع الفعل بدون اضافة ومش هحط له s ولا حاجة ما عنديش اصلا s بس انا بقول لحضرتك وطبعا عشان ما عنديش اما وزا وار فبرضو مش هحط ing اصلا بس انا بقول لحضرتك فبالتالي من البوليس ايه المحققين بتوع البوليس كلمة محقق يعني ايه investigator يعني محقق وهنا الجامعة بتاعها عشان هما تو يبقى investigators اتنين من المحققين letter c kidnapping children رقم 9 kidnapping children خطف الاطفال in this area is under not خطف الاطفال في هذه المنطقة تحت التحقيق under هنا انا عايز بعدها اسم تحت ايه تحت التحقيق فانا هنا عايز التحقيق نفسه واللي هو investigation investigation يعني التحقيق letter b هنا هي الاجابة الصحيحة number 10 earth quakes is the lazel are common not in japan هي احداث او بتحدث او حاجات بتحصل بشكل شائع فهنا انا عايز اسم طب ليه مستر عايز اسم نحنا قلنا قبل كده انه لما تلاقي حضرتك نقط وقبلها صفة صفة يعني common شائع انا هنا بوصف الاسم ده بانه هو حدث شائع حاجة بتحصل بشكل شائع ومتكرر فهنا لما تلاقي صفة وبعدها نقط تعرف انت عايز اسم على طول occurrence letter d هو الاسم الاسم واحد يقول لي shocking اقول له ايو ايه shocking ده shocking يعني الصدمة فما ينفعش لو هو حدث هو حدث مش صدمة طيب letter d هي الاجابة الصحيحة 11 earth quakes is the lazel not very often in japan بتحصل بشكل متكرر في اليابان هنا انا عندي فاعل اللي هو earth quakes وبعدين نقط يبقى دايما لما يبقى عندك فاعل وعندك بعدها نقط زي ما قولنا من شوية يبقى انت عايز الفعل فهنا الزلازل بتحدث الزلازل بتحدث occur occur letter c هي الاجابة الصحيحة years of experience سنوات الخبرة have improved حسنت his not skills مهاراته الايه بص يا سيد العزيز journalistic صفة بمعنى صحفي journalistic skills انا بوصف المهارات خد بالك انا هنا عايز نقط بعدها اسم يبقى عايز صفة نقط وبعدها اسم اللي هي skills المهارات يبقى عايز صفة توصف الاسم عايز المهارات الصحفية journalistic بس المفاجأة في الموضوع ان انا من شوية اقول لك ان ينفع نستخدم الاسم كصفة يعني ممكن اقول journalism skills اه المهارات الصحفية وممكن اقول journalist skills مهارات الصحفي فبالتالي ممكن تستخدم الاسم journalism او الاسم journalist على انهم صفات وjournalistic اصلا هي صفة معناها صحفي فبالتالي المهارات الصحفية journalistic skills او journalist skills او journalism skills a and b and c كلهم ينفعوا طبقا للقاعدة اللي بتقول انك ممكن ممكن تستخدم الاسم زي في الموقفين بتوع اي وبي دول على انه صفة وبالتالي دي هنا هي الاجابة الصحيحة انا اتصدمت بالرياكشن العنيف بتاعه طبعا عند حضرتك هنا قاعدة مشهورة قوي وانا شرحتها كتير اسمها المابني المجهول بتقول ايه المابني المجهول دي بتقول أنا اتصدمت مش انا اللي صدمت انا اللي اتصدمت انا اللي حصل علي ده انا هنا المفعول به وانا اللي اتصدمت هنا هي الاجابة الصحيحة اللي لازم يبقى تصريف ثالث بتاع عن رد الفعل بتاع العنيف رقم 14 الرياكشن كان صادم عظيم جدا صادم هنا اللي هي ايه قالك بص يا سيد العزيز طبعا اولا لازم تفاهم ان الصفة بتيجي في ثلاث اماكن ممكن تيجي بعد يعني مثلا ممكن اقول علي is happy وهبي ده صفة بيجي بعد وعلي was happy علي كان سعيد فبالتالي انا عندي هنا verb to be اللي هو was وابونان علي انا عايز بعد صفة كويس مين بقى الصفة اللي تناسب الموضوع بص يا سيدي شوكد الاخيرها اي دي صفة تنفع بمعنى مصدوم وشوكينج الاخيرها اي ني جي صفة بمعنى صادم انا بقى افرق ازاي هل امشي على القاعدة اللي كانوا بيقولولنا عليها زمان حكاية الصفة الاخيرة اي دي تصف العاقل والصفة الاخيرة اي ني جي تصف غير العاقل لا الحقيقة ان الكلام بده مش صحيح الصح اي صفة اخيرها اي ني جي دي صفة تصف شعور يسببه شخص او شي يسببه يسببه يعني اللي اخر اي ني جي ده شعور فلان ده هو السبب فيه اه الرد ده هو السبب فعلا في الشعور فعلا كان هو السبب في شعور بالصدمة اما اللي اخrei يدي تصف شعور يشعر به شخص شخص مصدوم شخص او غير عاقل على فكرة لان انا ممكن اقول لما شلت شفت الكلب المتوحش ذكات وز القطة كانت فرايتند اخيرا اي دي فمنهاش علاقة بالعاقل ممكن تكون هنا الوطة غير عاقل بس هي حسد بالاحساس ده شعرت بالشعور بالخوف فبالتالي الاخر اي دي ده بيصف شعور يشعر به انسان او غير عاقل انسان او غير عاقل بس يشعر 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 هو اللي شعر به مش هو السبب والاخر اي ده هو السبب في الحكاية فبالتالي الرد الفعل العنيف كان هو سبب في شعوري بالصدمة شوكينج لتر بي هي الاجابة الصحيحة احنا دلوقتي في صفحة 54 ونتكلم في يونت 1 لسان 3 and 4 المشتقات الخاصة بالجزء ده صفحة 54 اول جملة بتقول مش من الامانة ان انت تعمل كزا طيب عايزين نفكر مع بعض هي بعد تو يأتي ايه بعد تو يأتي المصدر الفعل بدون اضافة يبقى دي قاعدة كده خدها معاك واحفظ هاري تو والمصدر الا طبعا ان في حالات شازة احنا تفاقنا ان في حاجات يبقى فيها تو وبعدها اين جي دي كده دي حالات شازة احنا عارفينها اصلا اوكي انما it's not honest من عدم الامانة انك تعمل كزا تو المصدر تبقى تو مسليد انك تضلل كلمة مسليد يعني يضلل انا عايز المصدر والفعل يبقى مسليد لتر ايه هنا هي الاجابة الصح number 2 بتقول this article هذا المقال has not information the writer wants الكاتب يريد to influence the readers ان يؤثر على القراء dishonestly بشكل غير امين يبقى هذا المقال has not information انا عايز حضرتك تبص معايا هنا على not وبعدين information انا بوصف المعلومات بصفة يبقى انا عايز صفة تاني دايما لما بلاقي نقط قبل الاسم يبقى انا عايز صفة توصف لي الاسم ده انا عايز صفة توصف للمعلومات دي فهي معلومات مضللة فكلمة misleading اللي هي بي مضللة وفكرك من شوية قلتلك ان الصفة لاخيرها ing تسبب هذا الشعور ايوة هي تسبب هذا الشعور بالتضليل فعلا معلومات مضللة يبقى misleading لاتر بي هي الاجابة الصحيحة there is too much not in your article يوجد الكثير من الايه في المقال بتاعك اجانست the other team ضد الفريق الاخر خلي بالك انت عندك كلمة match match وميني دايما بيجي بعدهم اسم الكثير من ال انا عايز اسم بقى الكثير من التحيز الكثير من التحامل الكثير من التحذب يبقى انا عايز اسم خلاص ضد الفريق التاني اجانست لانه كلمة التمييز او التحيز او التحامل ضد كذا طيب فبالتالي هنا base letter c يعني التمييز او التحيز او التحامل ضد فلان letter c هنا الاجابة الصحيحة لانه تنفع verb بمعنى يتحامل وتنفع noun الاسم بمعنى التحامل نفسه انا عايز هنا بعد much عايز اسم فبالتالي c هنا هي الاجابة الصحيحة number four as a football fan كمشجع كرة قدم I am not انا راجل مش مش محايت انا متحيز انا راجل بشجع فريق وفريق انا كمان انا كمان بشجع ليفربول طيب ما فيش مصري ما بشجعش ليفربول اصلا تمام فيبقى كفوتبول فان انا كمشجع كرة قدم انا راجل المتحيز based بوصف نفسي بوصف اه اه ايش طبعا احنت فانا ان الصفة الاخيرة اي دي تصف شعور اه يشعر به شخص اوكي فانا انا اشعر ان انا متحيز based انا مش بتسبب في التحيز انا بشعر based letter d هي الاجابة الصحيحة we have to not freedom الحرية freedom of opinion حرية الراي against public interest مع الاهتمام العام والزوء العام واهتمام الناس العامة يعني حضرتك لازم عندك توازن ما بين حرية رايك والاهتمامات العامة بتاعت الناس كويس لازم توازن تعمل توازن انت عندك هنا have to شايفها we have to دايما هاف تو بيجي بعدها ايه اسم ولا صفة لا بيجي بعدها فعل وتحديدا فعل في المصدر فهنختار letter a balance letter a هي الاجابة الصح احنا في صفحة 55 55 رقم 6 freedom of opinion حرية الراي is not بيتم التوازن ما بينها وبين كذا يبقى انا عايز ما بين مجهول طب المبن مجهول قاضيته ايه verb to be اللي هو is زائد بي بي اللي هو تصريف التالت اللي هو balanced letter b don't depend on this not لا تعتمد على ال not information هذه المعلومات مش حارفين هي ايه بالضبط in making the final decision في اتخاذ القرار النهائي معلومات information ده اسم قبلها نقط ايه اللي بييجي دايما قبل الاسم الصفة الصفة تأتي قبل الاسم اللي تصفه فانعايز هنا صفة توصف المعلومات فبالتالي اه انا عايز صفة هي في عندي ايه صفة بمعنى دقيقة وعندي بي صفة بمعنى غير دقيقة لكن accuracy طبعا بمعنى اه الدقة وده بنتينفعشي وaccurately بدقة وده ظرف ما ينفعش يعني لا ينفع سي لانها اسم ولا ينفع دي لانها ظرف انا عايز صفة انا عايز صفة توصف المعلومات معلومات دقيقة او غير دقيقة بيقولك ما تعتمدش على المعلومات الغير دقيقة اكيد مش معقوله يقولك ما تعتمدش على المعلومات الدقيقة يعني فبالتالي بي هنا هي الاجابة الصحة توبي اجاد ليرنر عشان تبقى متعلم جيد اوف انجليش وان الواحد مننا شود بي كين ان لازم يهتم بيه هز فلوانسي الطلاقة اند نقط انا عايز هنا اسم ليه بقى لان هز صفة ملكية وصفات الملكية يأتي بعدها اسم الطلاقة خدت بالك من فلوانسي ما قالكش مسلا فلونط طلق او طليق ما حط الصفة لا حط وبعدها اسم صفة ملكية هيجي بعدها اسم طيب لما يبيع عندي قالك ان ди دايما بييجي بعدها بنكمل يعني لو عندي اسم واسم تاني لو فعل في المصدر يبقى مصدر لو فعل اخر اسي يبقى فعل اخر اس وhurكزة دايما اند بيجي قبلها زي LS ببعدها دايما لازم تهتم بالطلاقة والدقة انا عايز اسم بقى في الدقة هنا اللي هي اللي احنا من شوية قلنا ما تنفعش هنا لكن تنفع هنا هي الإجابة الصحيحة علشان توضح أو تبين أو علشان يوضح أن المقال ده المحرر وضعه في أول صفحة ثانية واحدة فيين كلمة يضع؟ ده كلمة يعني مكان طب مهى حضرتك ما تعرفش أن تنفع فعل بمعنى يضع في مكان يعني نفسها بالشكل ده تنفع فعل وتنفع اسم فهنا المحرر وضع المقال في الصفحة الأولى أكيد طبعا مش هينفع هنحط اسم هنا ليه؟ لأن أنا عندي هنا الفاعل وأنا انتفقت مع حضرتك من شوية وبعدين فاعل وبعدين مفعول فاعل فاعل مفعولي بأنا عايز هنا فاعل اللي هو هي الإجابة الصحيح احنا دلوقتي في صفحة 96 96 unit 2 listen 1 و 2 الجزء الخاص بالمشتقات derivatives الموجود في الدرس الأول والتاني في الواحدة التانية professor عبد الكريم is expert at خبير فيه طبعا expert صفة بس لما نقول خبير فيه كذا يبقى أكيد هو خبير فيه اسم مش فيه صفة تانية ولا فيه فاعل مثلا لا هو خبير في الفيزياء فبالتالي هنختار physics الفيزياء خبير في الفيزياء letter A professor عبد الكريم is an expert اه ما حطش قات هنا بقى طب احنا لسه قالين ان expert دي ايه؟ صفة صح كده طيب الصفة لما ييجي بعدها نقط اتفقنا من شوية ان الصفة ييجي بعدها الاسم وان الاسم ييجي قبلها الصفة يعني حضرتك لقيت اسم قبله نقطة بانت عايز صفة لو لقيت صفة بعدها نقطة بانت عايز اسم حلو ده كويس expert صفة عايز بعدها اسم يا طالع بقى اختار انهي اسم ما عنديش هنا غير physicist اللي هو الفيزيائي لان طب ما عندي اسم اللي هي الفيزياء physics اللي هي ايه؟ ما اخترتهاش ليه؟ هقول لك الراجل في حاجة اسمها الراجل ده فيزياء خبيرة لا طبعا هو فيزيائي خبير ما انا باوصف اسم A وينفع حط الفيزياء كاسم بس المعنى بقى المعنى هنا ما يفعش تحط الفيزياء وتقول فيزياء خبيرة لكن فيزيائي خبير فانا عايز اسم A بس كمان مش اي اسم بس يعني عظيم فبالتالي اختار لتر سي الاجابة الصحيحة professor عبد الكريم استضز بيدرس the not world around us هنا بقى مستر حاتم انا وقعتك في الغلط اقول لك ليه بس عزيزي تقولي ذا انت قلت النزام شوية بيجي بعدها اسم اقول لك اه وانا قلت لك حاجة غير كده تقولي طب يلا بقى هتحط هنا اسم هتحط هنا اسم هتقول بيدرس الفيزياء العالم هقول لك لا هتقولي طب هتحط مثلا C بيدرس فيزيائي العالم هقول لك لا طبعا والله طب يبقى انت كده بش هتحط اسم هقول لك بص يا سيدي هنا المفروض ان the world يعني العالم وهنا الاسم اللي نقصده هو العالم بس لو عايز يوصف لك الاسم ده بصفة قبلها مفيش مشكلة يعني ذا جاي بعدها اسم فعلا هي العالم the world بس هو الراجل حاب يحط صفة عارف زي ايه زي ا ا ا و ان ما هي برضو بيجي بعدها اسم يعني انا ممكن اقول لك مثلا a boy a girl طب لو انا عايز اقول a tall boy ينفع اه ممكن احط الصفة مع الاسم لكن في النهاية برضو انا عايز اقول لك انه ا او ان بيجي بعدها اسم ممكن صفة وبعدين اسم او اسم بس حلو جدا يعني هنا هو الاسم اللي مستر حتم يقصده بس هو عايز يقول بيدرس العالم الفيزيائي اه استنى بقى يبقى انا عندي اسم مقابل نقط يبقى انا عايز صفة اوصف العالم بانه عالم فيزيائي فيبقى هنا عايز صفة اللي هي هي الاجابة الصحيحة فهمتني عزيم جدا هو التاريخ الاجرامي بتاعه ادى الى انه الناس هتأثر سلبيا على فرصه انه هو يحصل على الوظيفة عزيم جدا طبعا انت عندك عند حضرتك هنا هاف او هاز في زمن المضارع التان بيجي بعدها التصريف الثالث فاختار لتر دي بريجوديست اللي هي اتأثر سلبيا فهاختار لتر دي هي الاجابة الصحيحة علشان انا عايز تصريف ثالث من الفعل بريجوديست طيب نمبر فايف في بعض التمييز والتحامل والظلم ضد الناس الملونين اللي هما ميشل بيدي يعني اللي هما السمر عظيم طيب انا هنا السؤال بتاعي عند حضرتك كلمة كالتشرال شايفها اه يا مستر شايفها دي تعتبر ايه دي صفة بمعنى ثقافي كالتشرال يعني ثقافي صفة طب هي لما يبقى عندي صفة وبعدها نقط يبقى انت عايز تحط ايه بعد الصفة عايز اسم يبقى انا عايز التمييز او الظلم او التحامل اللي هو بريجودس الله مش انت لسه قال عليها فعل لا ما هي تنفع فعل وتنفع اسم بس انا هنا عايز الاسم اللي هو اه التحامل او الظلمي بليتر سي هنا هي الايجابة الصحيحة كلنا بنقدر التي جعلت حياتنا افضل كلنا بنقدر الاسهامات اللي قام بيها العلماء مش كده طيب عند حضرتك قبل النقط على طول في ايه تقول لي لا ده مش ابوستروف اس دي ابوستروف بس اقولك اه الكلمة الجامع اللي اخرها اس الجامع ما بنحط لاش ابوستروف اس لما بنيجي نحط اس الملكية بنحط ابوستروف بس دي قاعدة معروفة كويس يعني المهم ان دي اس الملكية اه يا فندم هي اس الملكية اس الملكية بيجي بعدها اسم اس الملكية بيجي بعدها اسم ما يفعش مثلا اقول بنقدر يسهم العلماء لا بنقدم اسهامي العلماء لا انا عايز بنقدر اسمي العلماء لا انا عايز بنقدر اسمي إسهامات العلماء فأنا عايز هنا إيه سوري أنا عايز هنا أحط عندي في الجملة دي اسم وبالتالي هاختار الاسم الإسهامات واللي طب فيه اسم تاني اللي هو المسهمين ما ينفعش أقول بنقدر مسهمين العلماء يعني مسهمين العلماء ما ينفعش عايز إسهامات العلماء لتر بي هنا هي الإجابة الصحيحة هم الماجور يعني الرئيسيين اللي خلوا حياتنا أفضل هم المسهمين الرئيسيين هم المساهمين الرئيسيين ماجور دي صفة يا فندب صفة وبعدها نقط بس أنا حفظت صفة وبعدها نقطة تعايز اسم طب ما فيه كونتريبيوشنز ما ينفعش أقول لعلماء هم الإسهامات ولكن هم المساهمين دي اسم ودي اسم صحيح بس هنا كونتريبيوترز لتر سي بمعنى المساهمين هي اللي تنفع تمانية ساينتستيس نقطة تو ذا بيتر لايفز وي ليف ساينتستيس للعلماء فاعل وبعدها نقطة يبقى أنا عايز بعد الفاعل فاعل كونتريبيوش يسهموا لتر اي نمبر ناين اي تينك زا يجيبش ينتيم أعتقد ان الفريق المصري will not تو ذا كوارترا فاينال للدور ربع النهائي will يأتي بعدها المصدر وأي فعل ناقص يأتي بعده المصدر يبقى أنا عايز الفاعل في المصدر qualify يتآهل فريق المصري أو منتخب المصري هيتآهل لربع النهائي letter a qualify هالإجابة صح I expect بتوقع the note I expect أتوقع the note of the Egyptian team to the quarter final شفت يا فندم أنا قلت إيه زا بيجي بعد زا إيه الاسم أنا بتوقع التأهل يبقى أنا عايز الاسم نفسه بقى يبقى مش هينفع الفاعل ولا صفة لأنا عايز الاسم اللي هو qualification التأهل qualification letter c عشان مين عشان ذا the qualification of the Egyptian team تأهل الفريق المصري to the quarter final 11 do you think هل تعتقد عمر is a highly not candidate هل تعتقد أن عمر مرشح مؤهل جيدا طيب أنا هنا عايز أسأل لنفسي سؤال candidate دي يعني مرشح صح كده عظيم جدا يعني عندي اسم كويس قبل الاسم دايما بيبقى فيه ايه صفة مؤهل qualified هتقول لي طب ازاي قبل الصفة بيبقى فيه ظرف اقولك اه ممكن احط ظرف يصف الصفة ازاي مستر مش الظرف بيصف الفعل ويأتي بعد وانت اللي لسه قالت كماننا من شوية اوعى تكون ما بتكتبش ورايا اوعى تكون ما بتكتبش كل ملحوظة بقولها الظرف يصف الفعل اه بس ممكن كمان يصف الصفة فقول مثلا ان الرجل ده highly qualified مؤهل جيدا فانا بوصف الصفة بظرف الظرف هنا اللي هو highly يصف الصفة اللي هي qualified يبقى انا عايز الصفة عشان قابل candidate مرشح مؤهل وينفع بعد الظرف نحط صفة فانا احط هنا صفة اللي هي qualified مؤهل I was not a prize for my last novel لقد منحت جائزة على آخر قصة مبني للمجهول verb to b I was awarded تصريف ثالث تفقى أنا علامة بدري verb to b زي التصريف الثالث letter a هنا هي الإجابة الصحيحة 13 he got the second actor not لقد حصل على الجائزة الثانية للممثل actor actor ممثل اه مش دي اسم بس انا قلت لك من شوية ان ممكن نستخدم الاسم كصفة انا بوصف الجائزة هنا انها جائزة الممثل هو حصل على جائزة الممثل الثانية فهنا actor award يعني جائزة ممثل بوصف الجائزة بانها جائزة ممثل زي ما قلت لك english lesson درس انجليزي مش كده عظيم جدا فيبقى هنا actor award letter b يعني جائزة هي الإجابة الصحيحة احنا دلوقتي في صفحة 127 الجزء الخاص بالمشتقات الخاص بيونت 2 lesson 3 and 4 الجملة بتقول هي رفضت عرضي بدون اعطاء ازباب انا هنا عايز اوصف الفعل refuse ليه قالك لان انا بقول انها رفضت بغضب عظيم فانا بوصف الفعل refuse ودايما ان الظرف يصف الفعل ويأتي بعد و تقول لي الله ما فيه مفعول به اقول لك ما الظرف ممكن يجي بعد الفعل او بعد المفعول عادي يعني انا ممكن مثلا اقول لك I speak quietly وممكن اقول لك I speak English quietly واللي تنصح بعد الفعل مباشرة تحط الظرف او بعد ما فقول به فبالتالي انا هنا عايز الظرف فهاختار crossly اللي هي بغضب لتردي I have not all the wrong statements لقد وضعت علامة خطأ امام كل الجمل الصحيحة بعد have او has بيأتي التصريف التالت وده معروف زمن مدرع تام فبالتالي ما عندكش اختيار غير التصريف التالت اللي هي كلمة crossd هتقول يا مستر cross معناها غاضب ولا علامة غلط ولا يضع علامة غلط ولا ايه اقول لك كل ده صح على فكر cross تنفع بمعنى يغضب او يضع علامة غلط او غاضب طبع لتر ايه هي الاجابة الصحيحة I have butler قد وضعته not هنا انا وضعت العلامة نفسها علامة الخطأ فهنا انا بضع علامة ليه لان هنا مفرد across in the cell في الخانة next to the wrong statement اللي جنب الجملة الغلط انا وضعت علامة غلط علامة واحدة يبقى across اللي هي لتر بي هي الاجابة الصحيحة across number four amir is not about breaking his camera امير غاضب بخصوص كسر الكاميرا بتاعته هنا انا عايز صفة تصف امير لان انا عندي بعد verb to be بنضع الصفة هتقول لي بعد verb to be ما احنا ممكن نحط الفعال زي جيه اه ماشي بس انا مش بقول هنا ان هو يغضب لا انا بقول غاضب about cross about دي صفة بمعنى غاضب بشأن فيختار letter c غاضب صفة five not is a very good quality هي صفة جيدة جدا ايه هي الصفة هل هي المرضى هل هي بصبر هل هي عدم الصبر لا هي الصبر نفسه patient sorry patience الصبر يعني patience كلمة patience يعني الصبر وكلمة patient بتي تنفع صبور او مريض فهنا طبعا انا هقول الصبر صفة جيدة وطبعا هنا انا عايز اسم بطبيعة الحال ان في بداية الجملة بابدأ الجملة بالاسم فاختار letter a patients number six not in this hospital receive ideal healthcare الناس اللي موجودين في المستشفى دول بيتلقوا رعاية صحية مثالية هنا المرضى طبعا patients letter b i tried to explain حاولت اشرح why but you were ولكنك كنت غير صبور impatient ما يفعش اقول لك هنا انا حاولت توصف ولكن طبعا وفيه ولكن يبقى فيه هنا بقى ايه عكس الموضوع وطبعا بعد verb to be بعد اما وزا وار او وزا وير بييجي دايما الصفة والصفة هنا impatient يعني غير صبور عكس patient يعني صبور كنت بحاول اشرح لك بس انت كنت غير صبور letter d number eight my mother is the only person who listens بتستمع لي بصبر بعد الفعل يأتي الظرف هي بتسمع بصبر فانا عايز هنا اوصف هي بتسمع ازاي عايز احط بعد الفعل ظرف يوصف الفعل فاختار ظرف اللي هي patiently letter c هي الايجابة الصحيحة number nine try to concentrate on حاول تركز على the positive side الجوانب الايجابية instead of بدلا من التزمر طبعا هنا عايز اسم grampness grampness يعني التزمر اللي هو d يعني حاول تركز على الحاجات الايجابية بدلا من انك تداء يعني فهنا انا عايز بدلا من الضيق او التزمر فاختار letter d grampness انا عايز اسم وطا نقط اجيب لك من الاخر لما تلاقي هنا وطا ا انا قلت عم من شوية ان داي سلوب تعجب لو لقيت وطا وبعدها نقط ومفيش اسم يببان انت عايز اسم بس لكن لو لقيت وطا نقط وبعدها اسم يببان انت عايز صفة توصف الاسم ده يعني مسلا وطا يا له من حد متزمر انا عايز هنا اسم مش عايز صفة ليه؟ لان ما عنديش اسم فلازم يبقى في اسم فيبقى وطا وبعدها اسم فبالتالي هاختار gramp كلمة gramp تنفع يتزمر اللي هو يشتكي كتير او شخص متزمر او كثير الشك وحد يشتكي كتير قوي فوط ا لو لقيت بعدها نقط بس يبان انت عايز اسم اما لو لقيت بعدها نقط وبعدها اسم يبان انت عايز صفة احفظ ان انا بقوله ده كلام مهم اكتب ورايا وطا لو بعدها نقط بس يبقى انت عايز اسم لو بعدها نقط وبعدها اسم يبقى انت عايز صفة كويس انا هنا ما عنديش صفة اسم يبقى انا عايز اسم gramp اللي هو متزمر طب الجملة رقم حداشر don't not لا تتزمر don't بيأتي بعدها المصدر انهي don't يأتي بعدها المصدر فdon't gramp letter a هي الاجابة الصحيحة دي مش عايزة كلام طيب بصوا على الاثناشر بقى اللي احنا كنت بيتكلم عنه من شوية what not هنا انا عايز اخلي عشرة معايا في الصورة واقارن لك هنا what not فالطريقة احط gramp اللي هو الاسم لكن هنا what not woman يا لك من امرأة متزمرة هنا امرأة اسمي بنا عايز هنا صفة توصف لي المرأة دي فهنا اختار كلمة grampi اللي هي متزمرة صفة صفة بمعنى متزمر grampi grampi letter c هي الاجابة الصحيحة the report not that the new plan isn't easy to apply التقرير بيوضح بيقول بيستنتج ان من الصعب تطبيق الخطة الجديدة دي او الخطة الجديدة من الصعب مش من السهل اللي تنفذها فهنا انا عايز التقرير بيستنتج عظيم التقرير فاعل فبالتالي الفاعل هنا هيكون concluded استنتجة انا عايز فعل عايز فعل لان انا عندي فاعل وبعدين نقط فاعل وبعدين نقط يبقى انا عايز فاعل احفظ اللي انا بقوله ده كتير بيتكرر كتير وخلص المفروض نبقى ده ان انا نزبط الموضوع فاعل وبعدين نقط يبقى انا عايز فاعل طيب the not part of the report summarized the findings الجزء الختامي من التقرير بيلخص لنا النتائج حلو جدا زا اهامستر عظيمة حبيبي زا مفروض بعدها اسم a اللي هو الجزء part يا سلام اما ايه اللي بيجي قبل الاسم الصفة انا عايز الجزء الختامي يبقى انا عايز اوصف الجزء ده بانه هو ختامي يبقى انا عايز صفة توصف الجزء فانا هنا عايز صفة يبقى concluding يعني الختامي letter a صفة بمعنى ختامي he was arrested لقد تم القبض عليه because there is a not evidence لانه في دليل a against him خلي بالك evidence دليل ده اسم انا عايز قبل الاسم احط النقط اللي بيجي قبل الاسم الصفة فهنا عايز اوصف الدليل ان هو دليل بات وجازم في صفة اسمها بات وجازم a conclusive واحفظهاي من فضلك conclusive يعني بات وجازم ولا نقاشة فيه صفة بتوصف الدليل بكلمة conclusive letter b هي الاجابة الصحيحة احنا في الصفة اللي بعدها اللي هي صفحة 128 رقم 16 بتقول i saw the knot of clouds on the surface of water in the calm lake شوفت انعكاس السحب على سطح المية في البحيرة الهدية طبعا عندك ذا وبعد ذا المفروض يبقى فيه اسم يبقى عايز reflection انعكاس reflection of clouds يعني انعكاس السحب mirrors not light الجملة الشهيرة بتاعت فاعل ثم نقط فاعل المراية بتعكس يبقى عايز ايه بعد الفاعل فاعل فاين الفعل reflect يعني يعكس mirrors reflect letter a هي الاجابة الصحيحة بتعكس الضوء 18 a mirror has a knot surface المراية لها سطح عاكس خلي بالك خلاص المفروض انك حفظت لما يبقى عندك نقط قبل الاسم يبقى عايز اوصف الاسم ده بصفة الصفة هنا اللي هي reflective يعني عاكس reflective letter c هي الاجابة الصحيحة احنا دلوقتي في صفحة 175 في unit 3 lesson 1 & 2 بتقول the medical this medical laboratory هذا المعمل الطبي not coronavirus vaccines بينتج اه بينتج لانه هنا فاعل اللي هو medical laboratory وبعد الفاعل بيجي ايه الفعل فانا هنا عايز فعل بس عندي مشكلة ايه ان عندي هنا ثلاثة يعتبر افعال مين فاندي طبعا انت عارف ان mass produce يعني ينتج بشكل آلي وكميات كبيرة فانا عندي mass produce ومس بروديوسز ومس بروديوسز ومس بروديوسد ايه وبي وسي بس بعد يزنك يعني mass produce ايه مش هتنفع وتنفع فعل في الماضي يعني انا عايز اقول لحضرتك انه في خطأ هنا في الكتاب لان بي تنفع وسي تنفع mass produce تنفع ومس بروديوسد تنفع بي and c كلا هما اجابات صحيحة اتنين most not goods معظم البضائع المنتجة بقى هنا انا عايز اوصف البضائع اسمه قبله صفة سامعكم بتقولوا اهو يبا انت عايز صفة اه mass produce برافو عليكم c انتوا كده لقضتوا معي المعلوم انا سمعتك رقم ثلاث not is what makes china a giant economical power ايه اللي بيخلي الصين اه قوة عظمة في الاقتصاد الانتاج الوفير الانتاج آليا انا عايز هنا اسم ليه لان دايما الجملة بتبدأ باسم اللي هو الانتاج هو اللي بيخلي الصين هي اللي كده فانا عايز mass production اللي هي دي professor johns not on the virus to find a vaccine agenistate هنا انا عندي professor johns ده الفاعل وبعدين not يبقى فاعل فاعل experiments يجرب ليه حتطلق اس لان طبعا الراجل المفرد فبنحط الفلاس حد يقول لي الله مش experiments دي تنفع اسم بمعنى تجارب اه بس كمان تنفع فاعل بمعنى يجرب يبقى letter b هي رجابة صحيح professor johns في رقم خامسة has concluded istantaga and not on this virus to find a vaccine agenistate sorry has conducted انا قلتها غلط has conducted لقد اجرى تجربة هو بيجري ايه ما هو has conducted هنا ده فعل يبقى مفروض بعده مفعول به اجرى تجربة وطبعا an experiment معروف ان دايما an and beyond بيجي بعدها اسم فانا عايز تجربة اللي هي ايه طبعا an experiment تنفع تجربة او يجرب ستة professor johns has discovered اللي قد اكتشف an not vaccine vaccine يعني عقار او لقاح مجرب ضد الفيروس هنا انا عايز اوصف الفاكسين فانا هاوصف الفكسين لان انا اسمه قبلها ناط يبانا عايز صفة توصف الفكسين experimental يعني مجرب او تجريبي further not further يعني اضافي further دي صفة على فكرة انا بوصف الحاجة دي ان هي حاجة اضافية طب لما يبقى عندي صفة بعدها ناط يبانا عايز اسم طيب further not is needed محتاجينه to verify عشان نتحقق من ال effectiveness من فعالية الفكسين ثاني further not is needed to verify عشان نتحقق من the effectiveness of the vaccine ايه اللي محتاجينه بقى احنا محتاجين تجريب انا محتاج تجريب اضافي وفارزر صفة عايز بعدها اسم فالتجريب الاضافي يعني عايز experimentation experimentation يعني التجريب letter c an important part جزء مهم of the success لنجاح of any plan نجاح اي خطة is the ability هي القدرة to not it بعد to يعطي المصدر القدرة ان تطبق هذه الخطة implement implement يعني يطبق letter a هي الاجابة الصحيحة احنا في صفحة 176 the not of any plan تطبيق اي خطة is important part جزء مهم of its success في نجاحها زى بيجي بعدها اسمي بقى انا عايز التطبيق بقى the implementation التطبيق letter b 3d technology still not film viewers التكنولوجيا لازالت تؤثر على او تبهر المشاهدين بتوى الافلام 3d technology ده فاعل فانعايز اي بعدها الفعل immerses طب بص على 11 3d technology is still انا عندي بعد is دايما بيجي الصفة تكون دائما مبهرة immersive مبهرة صفة letter c هي الاجابة الصحيحة احنا دلوقتي صفحة 199 unit 3 lesson 3 and 4 الجزء الخاص بالمشتقات an evil servant خادم شرير help the criminals ساعد المجرمين he not his master's food هو drag هنا كلمة drag معناها ايه drag معناها يضع مخدر كverb كفعل طب انت مين قالك ان اختار فعل لانه باختصار يا سيد العزيز انا عندي هنا الفعل اللي هو هي وبعد الفعل فانعايز فعل drag بس يا ترى بقى هو ساعدهم في الماضي ولا في المضاعر علاء في الماضي help يبقى طالما ماضي يبقى dragd في الماضي letter b هي الاجابة الصحيحة an evil servant خادم شرير احنا في الصفحة البعدها صفحة 200 help the criminals ساعد المجرمين buy دايما بيجي بعد buy الفعل za ing بانه وضع المخدر بوضعها والمخدر buy دايما بيجي بعدها ing dragging an evil servant help the criminals he put a وضع a طبعا ا بيجي بعدها اسم وضع المخدر drug في الاكل بتاع سيده letter a drug مخدر this injury هذه الاصابة والهيل سوف تكتائم soon حالا if you not at well طبعا بعد f بيجي فعل بس يا ترى فعل في المضارع ولا في الماضي ولا في الماضي التام على حسب حالة ال if طبعا اندي هنا النص الاول ولو المصدر فبالتالي لحالة اولى اف بعدها مضارع الفعل في المضارع اللي هو treat letter a يعني الاصابة هتلتائم لو عالجتها كويس يعالج this injury will heal هذه الاصابة رقم 5 سوف تلتائم soon حالا with good بالعلاج الجيد good صفة وبعد الصفة ناطي بنا عايز اسم العلاج اللي هي treatment letter c هي الإجابة الصحيح قربنا تقريبا او شبه حفظنا الفكرة this injury هذه الاصابة is not الصفة دي ممكن انها تتعالج عظيم بعد is دايما بيجي الصفة بعد verb to be دايما بيجي الصفة فهنختار treatable يمكن علاجه treatable that means it's easy that it heals soon معناه ان ده ممكن انه يلتائم سريعا number seven all our clients data كل data المعلومات بتاعت العمله are not متسجلة مبني المجهول verb to be zai app are recorded are recorded الديتا كلها متسجلة verb to be zai التصريف الثالث اللي هو d sorry اللي هو c recorded c recorded هي الاجابة الصحة number eight we keep a بنحتفظ بسجل a و دايما بيجي بعدها ايه a record اسم محتاجين اسم تسجيل او سجل letter a هي الاجابة الصحيحة the note of this piece of equipment is impossible ليه without reading its catalog يعني تشغيل الجزء ده من المعدة مستحيل من غير قراءة الكاتالوج زا جماعة زا حبيبي زا بيجي بعدها اسم مش كده التشغيل لا فهنا انا عايز operation زا بعدها اسم التشغيل i can't not لا استطيع دايما بعد كان و could و may و might و must will would shall و should الافعال الناقصة هيأتي المصدر فكانت هنا بيجي بعدها المصدر اللي هي يشغل operate letter a هي الاجابة الصحيحة احنا دلوقتي في صفحة 263 unit 4 lesson 1 and 2 جزء الخاص بالمشتقات احمد احمد من المفترض انه بي زا تصريف ثالث من المفترض ان يرقى promoted verb to b زا تبي بي ادي بي شخصيا وهي التصريف الثالث لتر دي احمد احمد من المفترض ان يحصل على الترقية promotion letter b هنا هي الاجابة الصحيحة عشان بعد زا خلاص حفظناها mr. اشرف is a not of english rights mr. اشرف هو مؤيد لحقوق المدرس خلي بالك a بيجي بعدها اسم فانا عايز واحد يقول لي استنى ما هو الاسم هنا ممكن تبقى promotion الترقية وممكن تبقى promoter promoter يعني مؤيد هقول لك يا سيد العزيز ينفى mr. اشرف هو ترقية ولا مؤيد لا هو مؤيد يبقى ده اسمه ده اسمه صحيح بس المعنى هنا اللي هو اللي بيحكمني فاختار letter c هي الاجابة الصح i can't do this job alone ما درش اعمل الوظيفة دي لوحدي ليه it what be سوف تكون دايما بعد verb to be بيجي الصفة طب ما انا عندي صفتين ازاي عندي exhausted يعني مرهق وتعبان وعندي exhausting يعني متعب ومرهق ايوه بس انا بتكلم عن وظيفة بتكلم عن it ايوه يعني عشان عاقل وغير عاقل لا اه مقولتش كده بس بقولك ان اللي اخيرها i n g هو الشخص او الشيء اللي بيسبب الارهاق واللي اخيرها اي دي هو الشخص او الشيء اللي بيشعر بالارهاق هي الوظيفة بتشعر لا الوظيفة بتسبب الارهاق خلاص يبقى exhausting اللي هي دي هي الاجابة الصحيح طب بص على الجملة اللي بعدها رقم خمسة ايوه بي انا هكون انا بقى اللي هشعر مش كده مرهق يبقى هنا exhausted لتر سي طبعا كلام اتكرر بقى طول المحاضرة النهاردة اتكررنا الكلام كتير عشان يفضل ثابت معاك بقى مدى الحياة عمل هذه الوظيفة لوحدي ود نقط مي بعد ود يأتي المصدر العفعاء النقص يا عزيزي يأتي بعدها المصدر هي الاجابة الصحيح احنا دلوقتي صفحة 264 رقم سبع بتقول dying is a job on my own what lead to هيؤدي الى complete نقط complete صفة وبعد الصفة يأتي الاسم فانا هنا عايز اسم الاسم هنا اكيد مش exhaust يرهق ولا exhausted مرهق ولا exhausting مرهق ولكن عايز الارهاق نفسه exhaustion اللي هي letter b هي الاجابة الصحيحة لان انا بوصف الارهاق بانه هو complete صفة وبعدها اسم معروفة it's clear من الواضح that your health ان صحتك has not بعد هذا وهذا يأتي التصريف الثالث improved letter a the not in your health is clear ذا بيجي بعدها اسم التحسن في صحتك واضح improvement i'm confident انا واثق about your ability انا واثق في قدرتك to المصدر to manage letter a i'm confident انا واثق that you will be a good صفة good صفة وبيجي بعدها اسم هل بقى good management اللي هو الاسم الادارة ولا manager مدير لا انا واثق ان انت ادارة جايدة ولا مدير جايد لا مدير جايد مدير letter c هي الاجابة الصحيحة اسم 12 i'm confident انا واثق about your good not انا واثق في الاي بقى هنا مش انت اللي هتكون انا واثق في الاي جايدة هنا good صفة برضو وهيجي بعدها اسم برضو بس اختار management انا واثق في الادارة الجايدة اه ادارتك الجايدة للteam letter b هنا هي الاجابة الصحيحة حافظناهم يا جماعة احنا دلوقتي في صفحة 330 بالمناسبة الواحدة الرابعة مكانش فيها مشتقات فعشان كده دخلنا على واحدة الخمس listen one and two يبقى كده ركز معايا في الواحدة الخمسة اول جملة بتقول not her bedroom with her sister سما فاعل وبعد الفاعل نقطي بانا عايز فاعل والفاعل طبعا عشان سما مفرد فانحط لها shares الفاعل zs not your personal data on social media is risk مشاركتك لمعلوماتك الشخصية على social media مخاطرة هنا انا عايز المشاركة نفسها فطبعا معروف انك لما تحب تبدأ الكلام باسم تقفين الاسم هنا sharing لان share المشاركة not Egypt's not حصة مصر of nile water في مياه النيل is about 55 billion cubic meters حوالي 55 بليون متر مكعب بليون اللي هو المليار يعني عظيم حصة او نصيب share لانها تنفع verb بمعنى ينشر وتنفع اسم بمعنى حصة او نصيب فانختار letter a هي الإجابة الصحيح a professional not will be sent to the main building للمبنى الرئيسي and connect the air conditioner وهيركب air conditioner التكييف بتاع الهواء professional دي صفة صح يعني محترف وانا هوصف الصفة بتوصف بيجي بعدها ايه اسم فانعايز اسم طفيني الاسم عندك اسمين عندك بي اللي هو installation التركيب وعندك دي اللي هي installer عامل التركيب فطبعا اكيد عامل تركيب letter d هو الاسم مش كده فبالتالي letter d هي الإجابة الصحيح the note of the air conditioner زا زا بيجي بعدها اسم تركيب جهاز التكييف will be done هيتعمل by a professional technician هنا انا عايز فني محترف هو اللي هيركب التركيب التركيب زا بيجي بعدها اسم فاختار letter b installation التركيب a professional technician فني محترف will be sent هيتبعت مبني مجهول to not بعد توية المصدر عشان يركب زا air conditioner to install they can't hear you هموش قادلين يسمعوك because your microphone لان الميكروفون بتاعك is صفة بعد از يأتي الصفة is mute letter b they can't hear you because your microphone لان الميكروفون is not of مبني مجهول is squatched of مقفول verb to be is زا التصريف الثالث letter c هي اللي جابة الصحيحة unit 5 يا جماعة lesson 3 & 4 مكانش فيها جزء خاص وعشان كده روحنا على unit 6 lesson 1 & 2 يعني بصفحة 394 تحديدا الجملة رقم واحد time management ادارة الوقت and planning والتخطيط improve بيحسن hour not hour دي صفة ملكية وصفة الملكية بيجي بعدها اسم فانا عايز الانتاجية protectively protectivity 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 يعني الانتاجية productivity الانتاجية letter d الانتاجية لان انا عايز بعد الصفة الملكية اسم time management رقم اتنين and planning make us بيخلينا more not بيخلينا اكثر انتاجية ان انا عايز صفة بقى لان بعد more تعرف طبعا في الصفات في مقارنة في الصفات بنحط more وبعدها الصفة فانا عايز هنا صفة productive منتج letter c in japan في اليابان they not high quality electronic devices بينتجوا اجهزة الكترونية عالية الجودة طبعا زي فاعل ثم ناط ثم مفعول يبقى انا عايز هنا فاعل كما اعتدنا يبقى produce letter a الفاعل بمعنى ينتج japan is famous for the not خلي بالك من ذا دي ذا بيجي بعدها اسم the not of high quality electronic devices اليابان مشهورة بانتاج اجهزة الكترونية عالية الجودة the production الانتاج letter c number five japan is a major not of high quality electronic devices major صفة بنوصف الصفة بنوصف الصفة وبعدها ايه؟ بعدها اسم بنوصف الاسم بالصفة فانا عايز هنا اسم انا عايز ايه اسم طب هل نستخدم production اليابان انتاج؟ لا طب ينفع producer اه منتج اه صحيح اليابان منتج كبير من منتجين الالكترونيات يبقى هنا انا عايز اسم اللي هي letter d producer this not هؤلاء need more promotion محتاجها ترويج هذه المنتجات يعني these products المنتجات طبعا this بيجي بعدها اسم اصلا this و that و this و those بيجي بعدها اسم فبالتالي انا عايز products المنتجات letter b محتاجها ترويج تترويج it's commonly it's commonly من المعتاد admitted من المعتاد ان احنا نعترف that not destroys productivity بيضمر لنا الانتجية ايه اللي بيضمر الانتجية؟ بص يا سيدة العزيز في حاجة اسمها يسوف يسوف يعني اه sorry procrastinate يعني يسوف اوكي procrastinate يعني يسوف it's the verb عظيم ركز معي بقى هو بيقولك من المعروف احنا هنعترف ان التسويف اه هنا التسويف هو اللي بيضمر ليه؟ عرفت ان انا اختار اسم لان هنا انا عندي destroys يدمر اللي بعد النقط ده فعل فبعد الفعل هنا انا عندي سوري بعد النقط عندي فعل يبانا عايز الاسم يبانا هنا انا عايز procrastination يعني التسويف التسويف هنا انا عايز الاسم هو اللي بيضمر الانتجية فبروكراستينايشن لتردي هي الاجابة الصحيحة تمانية once you start to طالما هتبدأ الوقت اللي هتبدأ انك تسوف اه procrastinate يعني يسوف انا عايز المصدر two بعدها المصدر nine there is a decline in the growth rate في انخفاض او هبوط في معدل النمو the word decline هنا يوجد a decline a خذتبالك من a دي اللي قبل decline الكلمة decline هنا تدار ايه؟ طبعا ا بيجب ادائس فبالتالي letter a اللي هي نون she not the daches she prepares for her children to keep them healthy هي بتنوع في الاطباق هي بتنوع في الاطباق اللي بتعدها لاطفالها علشان تخليهم healthy صحتهم كويسة تنوع فانا عايز هنا الverb لان هنا فاعل she ثم نواطي بنا عايز فاعل varies letter b الفاعل vary بس ما حتطلها بنشيل y ونحط ies لان هنا الفاعل مفرد roses الظهور not الظهور بتتنوع في انواعها والوانها والاحجامها يبقى انا عايز فاعل برضو نفس الكلام بس عايز الفاعل vary لان هنا الجمع roses فما يفعش احط varys اللي هي اخيرة s فاختار vary اللي هي ايه؟ تتنوع 12 roses are available الظهور متاحة in a knot of colors and sizes بتنوع من الالوان والاحجام in a a بيجي بعدها اسم يبقى variety مجموعة او تنوع variety مجموعة متنوع او تنوع letter d هي الاجابة الصحيحة رقم 13 roses are available الورود او الظهور متاحة in not colors بالوان واحجام متنوعة انا بوصف الالوان لان النقط جاية قبل الاسم اللي هو الالوان فانا عايز اوصف الالوان ان هي الوان متنوعة صفة ثم اسم يبقى letter c various يعني متنوع دي صفة i don't agree with ayman's not انا مش موافق على التقييم بتاع ايمن للموقف طيب هنا انا عندي اس الملكية وانا قلت لحضرتك صفة الملكية واسم الملكية يأتي بعد اسم فانا عايز التقييم نفسه assessment assessment يعني التقييم letter b هي الاجابة الصحيح وبالشكل ده لانه طبعا unit 6 lesson 3 and 4 ما فيهاش برضو مشتقات فبالتالي احنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة الخاصة بالمشتقات اعتقد اعتقد جدا ان الحلقة دي حلقة فارقة في حياتكم حلقة مهمة جدا اتمنى طبعا ان انتوا تقولولي وتبلغوني بتعليقاتكم تحت الفيديو وفي ردودكم في الجروب بتاع التليجرام تطمنوني عليكم وتقولولي استفدتوا كويس انا من وجهة نظري كده ربما انتوا شايفين حاجة مختلفة بحبكم دايما في الله واتمنى دايما ليكم التفوق وانكم دايما ترفعوا راسي وتكونوا الاوائل اشوفكم دايما على خير الى اللقاء موسيقى دايما إلى اللقاء